بسم الله الرحمن الرحيم إخواني المشاهدين المتابعين على اليوتيوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو الموضوع الرئيسي بتاعي في هذا الفيديو هذا البذور إخواني المشاهدين هذا البذور تسمى بذور الفجل هذه البذور لها فوائد كثيرة جدا جدا لكن أبرز الفوائد أو عنوان الفيديو كيف تزيد هذه البذور من القوى التناسلية لدى الرجال طبعا لما أنا رحت طبعا أشتري هذه البذور تباع عند العطارين نوعين في نوع للعلاج اللي هي معانا الآن زي ما احنا شايفينها زي ما احنا شايفين الآن وفي نوع للزراعة طيب احنا بدنا النوع الخاص بالعلاج الآن كيف الطريقة اللي بدنا نستخدم فيها بذور الفجل في عمل خلطة او عمل مشروب مقوي رائع للرجال الطريقة كالتالي اخواني المشاهدين يحضر الاخ بصلة او ثلاث بصلات عفوا يقوم بدق هذه الثلاث بصلات وعصرها ليش بدنا نعمل هيك عشان نحصل على عصير البصل عصير البصل اللي احنا حصلنا عليه من هذه الثلاث بصلات التي قوم نبدأ بالمناسبة ممكن الاخ بعد ما يضق البصل يضع هذا البصل المدقوق في قطعة قماش ويقوم بعملية العصر حتى يحصل على هذا العصير طيب هذا العصير اللي احنا حصلنا عليه حنضيف عليه تقريبا ثلاث ملاعق من عسل النحل ثلاث ملاعق من عسل النحل وحنضعه على النار هادئة جدا جدا ونبدأ عملية التقليب حتى نصل لعند درجة انتهاء رغوة العسل طيب بعد ما نخلص حنيجي احنا نضع هذه الخلطة في قارورة خاصة علبة خاصة وحنضع على هذه العلبة بذور الفجل اللي معانا هادي تمام تقريبا ملعقتين والمناسبة للملعقتين يعني سعره رخيص جدا تقريبا نصف دولار بعد هيك هنخلط هادئ الخلطة بيصير الشخص يتناول يوميا بشكل أو بشكل يومي تقريبا ملعقة واحدة ممكن لو بذور الفجل اخواننا المشاهدين غير متوفرة يضع الاخ الحبة السوداء وهذه الوصفة اخواننا المشاهدين يعني مفيدة للشباب وحتى كبار السن يعني لو كان الرجل كهل كبير في السن يتم اكلها زي ما بتوكل المربة طيب لو عسل النحل غير متوفر ممكن اضافة السكر لكن انا ما بنصح بالسكر الافضل عسل النحل فوائده كثيرة طريقة تانية بالمناسبة احنا الفيديو يعني العنوان الرئيسي له بذور الفجل لكن هناك بعض النصائح اللي حابب انصحها لاخواننا المشاهدين في عنا زيت السمك مثل ما احنا شايفين زيت السمك يحاول الاخ على اساس انه بدي يزيد قدرته الجنسية يتناول حبة واحدة من زيت السمك بشكل يومي حبة واحدة لمدة شهر ان شاء الله حيتحصل على الفائدة المرجوة وتزداد القوة التناسلية بالاضافة انه اخي في الله ما تحاول تتوانى كل ماء بتصح اليك فرصة تشرب ماء اشرب ماء لان ربنا سبحانه وتعالى بقول وجعلنا من الماء كل شيء حي الماء باذن الله يحسن من كفاءة الحيوانات المنوية ويزيد منها اذا بصح لك في اليوم فرصة تشرب اقل شيء لتر من الماء اشرب وماء توفر هذه الطريقة ان شاء الله يكون الفيديو واضح للاخوة المشاهدين حابب منكم تشتركوا في قناتي على اليوتيوب ايضا تضغطوا على زر لايك ايضا عشان تصلكوا الفيديوهات الجديدة حاولوا انكم تضغطوا على زر الجرس على اساس كل الفيديوهات الجديدة والاشعارات الجديدة تصل لكم باول وحاولوا تشاركوا ايضا هذا الفيديو على الواتساب لاصدقائكم على اساس انهم يستفيدوا شكرا لكم على حسن المشاهدة